في الاختصاص وشين تفضل أنت بالنسبة لك لو طرح عليك الخيار في الحكومة المنتخبة أم من الأغلبية النيابية أي ما تفضل طبيعي الحكومة المنتخبة الحكومة المنتخبة تتطلب تعديلا دستوريا نظام دستوري يجب أن يعدل نظام الدستوري عندنا غير متوازن غير متوازن في عدة مواضع مع هذه التعديلات دكتور طبعا من هذه التعديلات أن يكون رئيس الوزراء هو متخذ القرار النهائي في الشأن التنفيذي في الدولة وأن يكون مسؤولا وأن يكون منتخبا من الشعب الأمر الآخر فيه بعد أيضا ثقافي لما تنتخب أعضاء الحكومة تصبح تلقائيا شريك في القرارات يعني الآن مثلا الحكومة كيف يتم باختيارها سمو الأمير يكلف رئيس الوزراء رئيس الوزراء يختار أعضاء حكومتها اللي عادة يكون من بينهم نائب على الأقل وبالتالي ما فيه نسق فكري لأعضاء مجلس الوزراء هؤلاء مسؤولين أمام مين في حقة الأمر هم مسؤولين أمام سمو الأمير لأنه هو من اختارهم ولذلك بصرف النظر عن قبول الشعب لهم من عدمه في نهاية المطاف هم لا يعبرون على الإرادة الشعبية بخلاف لو كانت الحكومة مشكلة من أعضاء منتخبين في هذه الحالة هو محاسب أمام القواعد الشعبية أعماله قابلة للنقد من هؤلاء إذا كان رئيس الوزراء منتخبا فيكون رئيس الوزراء حريص على أن يكون مثلا أداءه مقنع للشعب لاختياره برة أخرى بخلاف الوضع القائم الآن يعني رئيس الوزراء إذا كان مرضي لسمو الأمير فليس ضروري أن يكون مرضيا للشعب ولذلك هذا كافي لاستمرار رئيس الوزراء هذا الوضع لا يتفق مع القاعدة البقررة بأن الشعب هو مصدر سطل جميعا في نهاية المطاف هذا عدم توازن في النظام الدستوري يقتضي تعديل القواعد بما يحقق مثل هذا التوازن ولذلك أنا من مطالبين بالآن يعني في ظل هذه الوضاعي وإن كنت في الفترة الماضية كنت في لقاء الرائع قلت أن تعديلات السورية طلب توافقا بين الأغلبية النيابية لأنه يجب أن يقدم اختراع التعديل بثلثة أعضاء برلمان وقرب الثلثين وما فقط سمو الأمير لكن الآن أصبحت مطلبا أساسيا لإستمرار الدولة ألاوي هبستعتني المطالب اللي تعتقد أنها مطلب أساسي لإستمرار الدولة رئيس الوزراء يجب أن يكون منتخبا رئيس الوزراء رئيس الوزراء يجب أن يكون منتخبا رح نتحدث عن رئيس الوزراء بعد الفاصل